أخد من كلامك ونرجع لأستاذ محمود المكاسب يعني اتكلمنا على الجوانب الفنية وأن الأهلي أدى في مباراة البايرن شوت وشوت على المستوى البطولة كلها أدى أداء رائع برونزية تاريخية المكاسب بقى نطلع أو نستثمر هذا الإنجاز التاريخي إزاي أستاذ محمود؟ نا تبص حضرت يعني أخد من كلام لأستاذ محمود ده إفراز الدور المحلي اللي حصله ده من البايرن ده إفراز الدور المحلي وبطول التفريق هو ده يعني هو ده المستوى لكن أنت محتاج تتعلم من أنك تتطور نفسك وترفع حتة تانية ده شغل بقى مختلف تاني وأنت عارف كده حالك يعني تخد تجربة احتراف وعارف الوضع ناس دي بتقضي اليوم كله في النادي شغل وتعديل السلوك وشغل على السلبيات بتتعالج أنت النهاردة الوضع محتاج فعلا النقلة أنه الأهلي وده بنتكلم عليها من فترة أنه الأهلي مفروض يروح في حتة تانية فحتة تانية أنك أنت تتدور على الأفضل شخصية الكوارات بتاع اللعب محتاج يرجع زي ما كان دايما الأهلي كان بيختار اللعب الدولي بيختار اللعب الدولي في صورة فاني لعب دولي سبق انتخب ألومبي انتخب أول بدور على المهاجم من المصفات فيه شغل أهل وضع دولات الأمور بقيتش سهلة زي ما أنت شاف لكن أنت محتاج يبقى فيه مجموعة عمل يا كابتن يعني النادي الأهلي يعمل خلينا نتكلم لا أنت لازم تروح في الجزئية أنك أنت مسألة التركيز قوي على البحث عن المواهب ودي تاخد اهتمام أننا في قطاعات الناشئين مش عاوز بطولات بقدر أن أنت لما تطلع لنجم لاعب ولا تنين بقى له مستقبل بس خلينا نتكلم معك يا سيد محمود في النقطة دي هو فروق المستويات بس ده الكرة المصرية والكرة العربية مكرنة بالكرة الأوروبية خلينا نتكلم لو النادي الأهلي حتى مستوى البطول بطولة الدوري زي ما حدرت بطول ده فرز بطولة الدوري والرتم النادي الأهلي خلي بالك عشان من الحاجات اللي دايئة النادي الأهلي أو النادي الأهلي ما ظهرش بالمستوى المطلوب خاصة من مباراة البرن أن نلاعب فرقة الرتم بتاعها مختلف الضغط العالي النادي الأهلي حتى على مستوى الأندية في مصر في الدوري أو حتى على مستوى الشامز ليجي الأفريكي في خلال حتى مباراة الوداد ما فيش فرقة بتعمل هذا الضغط العالي وهذا التاكتك اللي بيقوم بالبيان فدي فوارق ما بين الكرة المصرية مش النادي الأهلي والكرة الأوروبية زي منتخب لما راح كاس العالم عملنا قدام ثلاث مرشات اللي عبناهم مع الروس المنظم مع رجوية ومع منتخب الصعيد الشقيق خسرتهم خسرت الثلاثة طيب بعد ما خسرت الثلاثة في 2018 والنهاردة احنا بحيش واحد وشي هل التحاضر الكلام ده نتكلمت من حضرتك في اكتر من حال اللي قلنا الواضع ما فيش تطوير ما فيش بحث عن تطوير ثانيا النقلة مهمة جدا انت المفروض في حتة انا شايف الاهلي في حتة المفروض روح في حتة تانية يعني المفروض يشتغل على نفسه قوي بعد التجربة دي ما تعدش كده واللي حصل ده ما يخليكش كده تحبط لا انت محتاج مزيد من الشغل محتاجي انا يعني دي السياسة وده ادارة فدنية يعني انا حابب انه اللعيب اللعيب نادي يقدر اليوم كله في النادي يعني يبقى موجود من الصبح شغلانتك انت محتاج في وظيفة تانية انا كابتن هان لا طبعا لا طبعا بس خلينا العلمان لما جوم الاهلي الاثنين وانا رأي كنت متابع سواء من هولمن او حتى تسبل كان اغلب الفرقة موجودة من الصبح وكان التدريب ممكن يبقى الساعة ثلاثة شفت لعيبة بتيجي لها المدرب يقعد يمر معها ساعة واثنين وانت الكلام دكتور مرة وفي تجربة من فليكس لما الاهلي جابوا متعاقد معا من غانا كان بيقعد يقع مش عارف انا عايزة ناقش حضرتك النقطة دي هي مش تأثير من نادي الاهلي او مستوى التدريب او مستوى المدربين او انا بتكلم ده بينتقل لمستوى الكرة المصرية كعامة يعني اعتقد لو الفاليو بتاع الدور المصري اقوى على مستوى اعلى من لعبين محترفين على مستوى اعلى مباريات على مستوى اعلى بتتكلم على طرق لعب واساليب لعب على مستوى اعلى كان ممكن النادي الاهلي يظهر بمستوى بخاصة نشط الواني بمستوى افضل شوي لكن خلينا نتكلم عن نادي الاهلي والده اللي قاله مسماني مسماني قاله باللفز كده احنا ان شاء الله هنيجي السنة اللي جاية وطموحاتنا هتكون اعلى من البرونزية